يواصل طيران العدوان السعودي لأمريكيش النغارات على عدد من محافظات الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية مستهدفا منازل المواطنين والبنية التحتية مصدر أمني أوضح أن طيران العدوان لأمريكيش النغارات على مديرية نهم في محافظة الصنعاء مستهدفا سوق مسورة وقرية الفرع في منطقة بران بالمديرية وفي محافظة مأرب استهدفت الغارات الأمريكية جسر بيت حجلان ومنطقة أدوم للنازحين في مديرية السرواح كما استهدفت سيارات أو سيارة على الطريق العام في منطقة حصير السلام بحباب ما أدى إلى استشهاد شخصين كما استهدفت مناطق المشجع وهيلان في المحافظة وفي محافظة صعدة استشهدت امرأة وأصيب ثمانية آخرون في قصف صاروخي لمنازل المواطنين في منطقة غافرة بمديرية الظاهر الحدودية وأصيب طفلة بجروح في غارة على مديرية رازح كما استهدف طيران العدو الأمريكي منطقة الأزقول في مديرية سحار وتعرضت مناطق متفرقة في مديرية رازح لقصف صاروخي سعودي وفي محافظة عمرأة استشهد مواطن في غارة على منطقة العبلة والغرة في مديرية سفيان وتهدف أيضا جبل المرحى في المحافظة ذاتها أما في محافظة حجة فقد شن طيران العدو الأمريكي غارات على عدة مناطق مستهدفة منطقة شمران في مديرية بكيل المير ومديرية حيران ومديرية حلب وفي الحديدة استهدف العدو الأمريكي قرية القداح في مديرية الخوخة ومطار الحديدة واستهدف مصنعي الحديد والخشف في مفرق الصليف كما شن غارات على منطقة الحيمة الساحلية بمديرية التحيطة في المحافظة نتج عنها تضرر عدد من أشجار النخيل واشتعال النيران في المصنعين وتدمير أجزاء واسعة منهما كما استهدف طيران العدو الأمريكي بسلسلة من الغارات مديرية الغيل في محافظة الجوف ومفرق المخا وتبت سلال في محافظة تعز